عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي من الباب الكبير تلقى ردود فعل مرحبة قاريا ودوليا وسط اشادة كبيرة بالخطاب الملكي امام القادة الافارقة رؤساء عدد من الدول الافريقية وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الافريقي الفا كوندي الرئيس الغاني ثم نوم ضامين خطاب الملك محمد السادس الذي توجه الى القمة بكل جوارحه في وقت يتعين فيه ان تأخذ افريقيا زمام مصيرها بيدها فيما اكد رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسونغيسو ان الخطاب يحمل في طياته الامل بالنسبة لافريقيا من جانبه اعتبر رئيس بوركينافاسو روشمارك كريستيان كابوري الخطاب الملكي رسالة ايجابية تؤكد ان المغرب عاد من اجل توطيد وتعزيز وتحسين ريادة افريقيا بينما اشد الرئيس الرواندي بول كا جامي بعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي قائلا انها ستساهم في تعزيز لحمة الصف الافريقي خطاب الملك محمد السادس نال ايضا ترحيبا واسعا من قبل المنظمات الدولية وبينها الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي وطيف واسع من هيئة المجتمع المدني الافريقية النشيطة لدى الامم المتحدة تؤكد كلها على اهمية العمل مع المغرب لتعزيز الشراكة المتنامية مع القارة الافريقية العواصم العالمية عبرت عن ارتياحها لعودة المغرب الى مكانته الطبيعية داخل اسرته المؤسسية الافريقية ونوهت واشنطن بالريادة القوية للملك محمد السادس فيما وصفتها فرنسا بالعودة التاريخية واكدت بلجيكا انها ستعزز اكثر الشراكة بين جانبي المتوسط بينما عبرت حكومة مدريد عن ارتياح كبير